يمكن القول دالي أن هذا الاجتماع حرك المياه الراكدة التي يمكن القول بأنها أدت إلى أن يكون هناك انسداد في الأفق السياسي داخل البيت الشيعي فيما بين قوى الإطار التنسيقي وما بين الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدق هذا الاجتماع واضح أن قوى الإطار تريد من خلاله الخروج بأقل الخسائر الممكنة من الناحية السياسية في المرحلة المقبلة أو في مرحلة تشكيل حكومة أي أن إن أصر أو لم يكن هناك اتفاق وأصر السيد مقتدى الصدر على أن تكون حكومة أغلبية وطنية فعلى الأقل يكون للإطار التنسيقي رأي في اختيار الشخصيات المناسبة للمرحلة المقبلة أو كما تراها قوى الإطار بأنها شخصيات مناسبة فيما يتعلق بالرئاسات الثلاث وهذا يشير إلى أن هناك فعلا نقاط إيجابية تم البحث فيها في هذا الاجتماع وقد تدخل القوى الشيعية موحدة في الجلسة البرلمانية المقبلة أو في أي مرحلة مقبلة ب166 مقعدا إذا ما حصل هناك اتفاق على آليات معينة بين الكتلة الصدرية وبين الإطار التنسيقي الإطار التنسيقي بعد هذا الاجتماع ومن مخرجاته أكد بأنه سوف يذهب أيضا إلى المكون الكردي للتباحث معه أي أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل كسر الجليد والجمود بين قوى الإطار والكتلة الصدرية داخل البيت الشيعي وبالتالي كسر الجمود هذا أدى إلى أن يكون هناك قد تكون جولة مباحثات جديدة بين القوى المختلفة وخصوصا بين القوى الشيعية والقوى الكردية نعم شكرا لك مرأسلنا حيدر الأسدي كان معنا من بغداد